إذن تحت رعاية سعيد رئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول خلال الفترة من الرابع عشر وإلى السادس عشر من فبراير الجاري هذا ويشهد المعرض مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتين شمال إفريقيا والبحر المتوسط تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول وذلك خلال الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من فبراير الجاري وبحضور أكثر من ستة وعشرين ألف مشارك ومائتين وستين متحدثا يمثلون المسؤولين والخبراء ورؤساء شركات البترول والطاقة بيظهر يوما بعد يوم بأنه مكانة مصر في هذا القطاع مكانة لها وزن ولا سيامة طبعا في شرق المتوسط وده بيعكسه النهاردة وجود هذه الكوكبة من الوزراء ورؤساء الشركات الدوليين والحقيقة انه يمكن شوفنا كمان انه بسبب ان احنا لنا وضع يعني محواري في المنطقة ووزن إقليمي انه كمان احنا مع استضافة كاب 27 بنمثل قارة الأفريقية أيضا مؤتمر مهم جدا مؤتمر ايجيبس في دورته الخامسة زي ما حضرتك شايفه يعني عدد كبير جدا من الوزراء في المنطقة ووزراء من دول مختلفة وعدد كبير من رؤساء شركات البترول والطاقة العالميين بالاضافة إلى عدد كبير من رؤساء المنظمات الدولية ده بيؤكد ان المؤتمر اصبح علامة مميزة على خريطة وجدول اعمال المؤتمرات الطاقة يشهد معرض ومؤتمر ايجيبس هذا العام عقد عدة جلسات عن وقود الهيدروجين والمناخ والغاز المضغوط إلى جانب الجلسات الخاصة بتمكين المرأة في قطاع البترول وبرامج لتدريب الشباب كما سيشهد المعرض مشاركة أكثر من 450 عارضا من شركات البترول المحلية والعالمية في البداية أريد أن أعبر عن إعجابي بالحدث اليوم وأهنئ كل المشاركين في هذا التنظيم الرائع الذي يتم بمشاركة مختلف أصحاب المصالح ولقد استمعنا اليوم لكلمة وزيرة الطاقة اليونانية وهي تعبر عن سعادتها بالتعاون المستمر بين مصر واليونان في مختلف القطاعات ومن بينها قطاع الطاقة ونحن نتطلع دائما لتقوية هذا التعاون في الإقليم بأكمله لحماية أمن الطاقة نحن سعداء أننا هنا اليوم فقد انبهرت بالتنظيم الرائع لهذا الحدث الذي كان فرصة لنا لكي نلتقي بعدد من المستثمرين ليس فقط من حوض البحر المتوسط ولكن أيضا من مختلف أنحاء أفريقيا نحن هنا اليوم لتطوير فرص العمل والتقينا بالفعل مع أصحاب شركات مصرية من أجل التعاون وتبادل الأراء عن أهمية هذا القطاع الحيوي يعد معرض ومؤتمر إيجيبس بمثابة بوابة للسوق المصري والذي يعتبر أحد أكثر الأسواق الواعدة في قطاع البترول والغاز كما يمثل الحدث الأبرز في شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط وذلك من خلال إتاحة فرصة اللقاءات المباشرة مع الكوادر التي تقود تطوير هذا القطاع الحيوي جرمين إبراهيم التلفزيون المصري